لا تزال كرة الثلج العسكرية الروسية في سوريا تكبر شيئا فشيئا لتزاد معها إشارات الاستفهام حول محددات جديدة للميدان ستفرضها موسك وعلى حلفاء النظام وخصومه في آن واحد فما هي هذه المحددات وكيف ستغير ملامح الصراع على الأرض في سوريا في ظل تصريحات سياسية متضاربة حول مصير الأسد وشكل الحل المرتقب للأزمة نتابع التقرير التالي ونعود مناقشة الموضوع مع ضيوفنا روسيا تضع محددات جديدة للميدان السوري باتت حقيقة معلنة حملها سرب من طائرات سوخوي 24 إلى مطار حميميم ودفعتها ناقلة الجند والأسلحة الروسية الثقيلة أمامها على سواحل مدينتي اللذقية وطرطوس بدأت القصة برحلات استطلاعية روسية فوق مناطق الحلفاء والأعداء ومن ثم جاء استخدام الطيارين السوريين لطائرات موسكو في قصف داعش في الشمال السوري وبحسب مراقبين ما خفية كان أعظم ودب الروسي بات يتدخل في توزيع قوى النظام والحلفاء على الأرض حتى أن بعضهم ذهب إلى وجود خصومات خفية بين الروس من جهة والإيرانيين ومعهم حزب الله من جهة أخرى لتخطيط الحرب وتنفيذها ضد الفصائل المسلحة والتنظيم الإرهابي على حد سواء المواقف الدولية باتت تتعامل مع الوجود العسكري السوري في سوريا كأمر واقع حتى وأن بعضها وعلى رأسها الموقف الأمريكي ومن خلفه حلف الشمال الأطلسي يتطلع لتعاون جدي معها في قتال داعش وتسوية الأزمة السورية معا بالنسبة للحرب مع داعش فتصريحات الروس تتطابق مع مواقفهم وذلك تحالف المعجزة ضد التنظيم الذي أعلنه بوتين منذ نحو شهرين بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق بعد تشكيل غرفة عمليات استخباراتية مشتركة جامعة موسكو وطهران وبغداد ودمشق فيما يتعلق بالأزمة وصراع حلفاء النظام وخصومه على الأرض فلتزال الخطط الروسية غامضة وتقبل التأويل والتخمين هناك من يرى أن الجيش الروسي قادم لحماية النظام السوري بلا بشار الأسد فيما يرى آخرون أن موسكو لن تفرط في رأس السلطة حتى لو اضطرت للقتال البري نيابة عنه أولى إشارات تبدل الميدان في ظل الحضور العسكري الروسي تمثل في هدنة الفوعة وكفاريا والزبداني وعودة الهدوء إلى جبهات دمشق والجنوب فهل يعبر الهدوء عن اقتراب حلحلة الأزمة أم أنه يسبق عاصفة مرتقبة بين خسوم النظام وحلفائه معنا من بيروت الياس حنة الخبير العسكري من بيروت وعبر الأخمار الصناعية سيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري معنا وهنا في الاستوديو بعمار وقاف الكاتب والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بكم ضيوف كرام جميع لو بدأت مع سيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري معنا من استنبول سيد جورج في البداية أنتم في المجلس الوطني السوري وفي الاتلاف أصدرتم بيانا واضحا وصريحا ترفضون فيه الوجود العسكري الروسي وتعتبرون أنه قوة احتلال يجب مقاومتها وترفضون أن يكون الأسد ضمن أي مرحلة انتقالية لماذا اتخذتم هذا الموقف الغير متماهي مع بعض من حلفائكم الغربيين وحتى بعض العرب مع حلفائنا الغربيين وبعض العرب نحن أصحاب القضية الأساسيين والأرض التي احتلت هي أرضنا الوجود الروسي العسكري على الأرض السورية هو احتلال للأرض السورية ومحاولة احتلال للإرادة السورية أيضا لأن السياسة الروسية تعمل منذ فترة من أجل تصنيع معارضة للسوريين وقد جرى ذلك عبر مؤتمرات موسكو واحد وموسكو اثنين وهي تحاول تقديم بعض الظلال للنظام السوري على أنها جزء من المعارضة وها هي اليوم تقتحم الأرض السورية تحول المطارات المدنية إلى قواعد عسكرية لسلاح الجو الروسي تجري اتصالات مع العدو الإسرائيلي من أجل تنسيق العمليات في الأجواء السورية وفي أجواء المياه الإقليمية السورية بعد ذلك هل يحق لأحد أن يستكثر علينا أن نقول أن روسيا وضعت نفسها في موقع العداء للشعب السوري كانت خلال السنوات الماضية حليف للنظام السوري وكنا نتفهم ذلك للنظام حلفاء وهذا شيء طبيعي مثل كل الأنظمة في العالم أما اليوم السياسة الروسية وضعت روسيا بكل ثقلها في خانة العداء للشعب السوري وما يؤسف له أيضا وضعت الجيش الروسي في خانة الميليشيات الطائفية التي استقدمها النظام للدفاع عنه وأعني بها ميليشيا حزب الله من لبنان وميليشيا أبو الفضل العباس من العراق وميليشيات الحرس الثوري الإيراني من إيران هذه الحقيقة وهذا ما ننظر إليه الآن طيب السيد عمار في البداية أنت كيف تنظر لهذا الوجود الروسي قبل أن نتعلى قضية الأمم المتحدة الواضح والصريح والذي هو يقول يعني كما يقولون بلط البحر نحن دخلنا سوريا برا وجوا على الأقل وبلط البحر أنتم ما هي وجهة نظر في هذا الموضوع والله أنا أنظر لكل الحلفاء تبع الدولة السورية على أنه هن نراكدين وراء مصالحهم سواء إيران سواء حزب الله سواء روسيا هن نراكدين وراء مصالحهم سواء كانت مصالحهم الوجودية مثلا حزب الله عن مدافع عن وجوده سواء كانت مصالحهم العالمية روسيا بدها مناطق نفوذ إلى ما هناك خايفة من تمدد ربما لكن لماذا لا يعتبر هذا تدخل وقوة احتلال بين قوسين طالما أن الدولة السورية هي التي طلبت أو اتفقت مع هذه الجهة أو تلك الجهة فهناك القانون الدولي ما يسمع يعني أذكر أن السفير الأمريكي السابق مؤخرا كتاب بأنه طالما أن الدولة السورية معترف فيها في الأمم المتحدة فهذا لا يعتبر أي دولة في إمكانها أنه هي تبع قواتها إذا كان الجهة غير معترف فيها بالقانون الدولي فأنت بحاجة لقرار من مجلس الأمن لا تدخل على سوريا طيب برأيك الآن الكلمة العليا هذا لا ينسف كل ما يتكلم به عن السيادة الوطنية وشيء من هذا القبيل وتكون الكلمة العليا للروس بدلا من السوريين أو نظام السوري على الأقل أعتقد أن الدولة في سوريا هي توازن بشكل أو بآخر ما بين حلفائها هي تسعى دائما إلى أن تخرج بأقل الخسائر فيما يتعلق بالسيادة الوطنية لكن لا بد أن نعترف بأن الاقتصاد السوري دمر جزء كبير منه الدولة مسؤولة عن 10-15 مليون واحد بدأت طعميهم بدأت تشربهم بدأت تعطيهم كهرباء بدأت ما زود إلى ما هناك فهي بحاجة إلى الاستدانة بحاجة إلى حلفاء بحاجة إلى كذا وطالما أنك أنت موجود في هكذا موقع ومضغوط بهذا الشكل فشيء طبيعي جدا أنت تخف المسألة لكن أنا مؤمن جدا أن الدولة تسعى بشكل الوسائل لأن لا كثير تعطيهم من السيادة الوطنية سيد إلياس حنى من صاحب الكلمة العليا الآن ميدانيا في سوريا تعتقد؟ الموضوع حسب حجم الدول اليوم الدخول الروسي هو عامل مغير يعني game changer في اللعبة على الساحة الأساسية لا يمكن لروسيا أن يدخل إلا إذا كان على تنصيق مسبق وقديم ومنذ فترة مع إيران لأن إيران تستثمر في سوريا منذ العام 83 وحتى الآن زيارات قائد فايلق القدس ورؤيته لبوتين مباشرة ومستشاره الأمني زيارة قاسم سليماني إلى جورين في سهل الغاب والتواعد بالمفاجأة هذه المؤشرات اليوم بدأنا نضعها من ضمن إطار أكبر من ضمن لعبة جيوسياسية كبيرة هناك ما يسمى دجير أو ديفاكتو يعني هناك ما يسمى بالقانون الدولي الشرعية الأساسية وما يسمى بالواقع على الأرض الواقع على الأرض اليوم هو وجود روسي برعاية وموافقة إيرانية برعاية من الدولة السورية التي لا يذال دجير أو القانون الدولي يعترف بها اليوم بدأنا نرى محور مقاومة يعني إيران حيث برعاية لكن هذه دولة سورية عفوا نساد هناك أيضا معسكر كبير وواسع وسواد من السوريين يرون بأن هذه خيى قوة احتلال تنتهك سيادتهم وتحتل أرضهم بلا حق ولا قانون ولا شيء أنا أوافق تمام الموافقة ولكن أنا قلت مفهومين أساسيين الواقع على الأرض والدجير يعني بالمعنى القانوني وبالمعنى الواقع على الأرض اليوم يتشكل محور أساسي أنا أقول الحق يعني استيه الصبر يتكلم بكلام جوهري أساسي بالنسبة له لأن اليوم من يملك الواقع على الأرض الواقع الميداني هو الذي يعكس الواقع السياسي اليوم بدأنا نرى تشكل أساسي وعلى المعارضة أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد محور المقاومة التي تسمي إيران حزب الله سوريا إيران يضاف إليهم اليوم قوة كبرى اسمها روسية عسكريا موجودة على الساحة السورية هذا كلام مهم أنا أحاولي إلى سجر صبرة ما هي خياراتكم الآن سجر صبرة وأنت يعني عتيق في معارض النظام قبل الثورة وبعد الثورة فيما يتعلق بهذا الواقع الجديد ما هي خياراتكم الآن أمام هذا الواقع الجديد اسمح لي بداية أن أعيد الأمور إلى نصابها بشكل بدهي قال ضيفك سيد وقاف بأن حزب الله يدافع عن وجوده في سوريا أنا أسأل من الذي هدد وجود حزب الله وهل يدافع عن وجوده في الزبداني في القصير في جرود فليطة ويبرود في ريف حلب وإدلب أذكر بأن معسكرات الزبداني كانت هي المكان الأول الذي تدرب به مقاتلو حزب الله عندما كان حزب الله حركة تحرير حركة مقاومة للعدوان الصهيوني على لبنان ما الذي يفعله الآن جنود حزب الله على الأرض السورية يدافعون عن وجودهم لم يهدد وجودهم أحد والمقاتلين السوريين قوات الثورة السورية تكتفي بمطلبها الأساس وهي أن تكون سيدة على أرضها وتدير شؤون بلدها وفق مقتضايا مصالحها أما ما يتعلق بالخيارات يا سيدي الخيارات ليست هي خيارات المعارضة إن كانت معارضة مقاتلة من الثوار أو معارضة سياسية الخيارات هي خيارات الشعب السوري لأن الشعب السوري هو الذي اختار الثورة وعندما اختار الثورة كان يعرف أن العالم أصدقاء بشار الأسد والنظام السوري تركيا كانت صديقة للنظام السوري المملكة العربية السعودية كانت صديقة قطر كانت صديقة وكذلك أوليات المتحدة وفرنسا ومعظم دول العالم لكن الشعب السوري قام تحت ضغط خمسين عاما من الاستبداد وهو كفيل في كل مرحلة أن يصحح المسار ثم أقول شيئا آخر إذا اتفقت كل دول العالم على حل في سوريا حل سياسي ألن يمر عبر السوريين كيف يمكن لأي حل سياسي أن يصبح لهم قدمين ويسير على الأرض السورية أسقط من أيديهم معارضين ومؤيدين يعني الدول هي التي الآن بوتين وأوباما هم الذين يقررون مصير هذه الحرب هم الذين يقررون مصير هذا الوطن أسقط من أيديهم هذا كلام عاطفي لكنه غير واقع كما يقولون ما عد في سوريا لا يا سيدي اسمح لي أن أختلف معك هذه الحالة هي في الأمم المتحدة في السياسة الدولية وأروقتها وفي العواصم أما على الأرض السورية فما زالت الكلمة للشعب السوري هذا شيء حقيقي وتاريخي ليس في بلدنا فقط في كل البلدان التي شهدت الثورات هذا لا يقلل من المخاطر الآن التي نحس بها لذلك المطلوب الآن على المعارضة السياسية وعلى مقاتلي الثورة على الأرض أن يلتحموا ويكتشفوا طريقا فعلا لأننا نكتشف الآن أننا وحدنا في هذه المعركة معركة الحرية لكننا ما زلنا نؤمل على أن المسير الأخلاقي والإنساني لا يمكن أن يختفي عن الأرض وأن الصراعات ستستمر حتى بين المتحالفين أو المتوافقين آنياً هذا سؤال فيما يتعلق بالحلفاء الذين لأن في بعض حتى تصريحات نسبت إلى الروس بأنهم لا يرغبون على الإطلاق في القتال إلى جانب حزب الله بين قوسين هذه النقطة النقطة الثانية ألا تعتقد سيد عمار بأن ما يتفضل به جورج صبرة هو معه حق بأن من وجهة نظره طبعاً بأن النظام لم يعد لديه سلطة على الأرض أو سلطة للشعب الذي ثار ضده بس يزور سوريا الأستاذ جورج رح يشوف أن الدولة ما زالت قائمة يعني بكل بساطة هلا مبدئياً نعود إلى مسألة حزب الله هل يزورها في مناطق الشمال؟ إذا يزورها بداعش نعم ليس لها لا لا داعش مو بالشمال داعي؟ لا 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 داعش تكفر كل المجلس الوطني والإتلاف الوطني سيد الدولة ما زالت قائمة ما زالت قائمة ما زالت عمار تشتغل بالطباب البلديات شغالة الدولة كلها تشغالة لكن شغالة وين مسألة على 15% من الأرض السورية؟ شغالة على 70% من السكان السوريين الأكثرية الاستراتيجية تقصد الأكثرية الناس كلها ياتون مقابل من كل ثلاثة أشخاص هاجروا من مناطق القتال هجروا من مناطق القتال ولجأوا إلى مناطق أخرى عندك شخصين لجأوا إلى مناطق الدولة وشخص خرج إلى تركيا ولبنان والعراق عندك أنت أكثر من 65% من الناس لو كانوا الناس وعداء في مناطق الدولة كان ما هدروا كل الناس موضوع مختلف هذه حرب نحن صلنا 4-5 سنين طبعا حرب نعود إلى مسألة حزب الله لا يا سيدي حزب الله سهدف من أول يوم هو يبدو قراءته الاستراتيجية للمسألة تقول لما أنت أول ما ببلش ويموتوا العساكر السوريين في درعة وفي بانياس وإلى ما هناك والعالم بتبرر هذا الأمر أنه والله الحزب الله والحرس السوري الإيراني يطلق النار على هؤلاء فهو يقول له يقرأ أنه أنا في شيء عما يصير ضدي وخليني أنا هذا النظام هذه الدولة التي حمتني منذ أن يعني بدأت القطاع ضد إسرائيل أحميها إلى ما هنالك أنا أكون بهذا النهاية أحمي حالي هلأ الشعب السوري ثار لا قسم من الشعب السوري ثار نحن يجب أن نعترف أن هناك قسم من الشعب السوري ما له علاقة بكل هذا الموضوع لكن مظاهرات التي طالبت بحقوقها امتدت لكل زقاق وكل مدينة وكل قرية ما في واحدة ما طالت مظاهر أخي كريم يعني نحن خلينا ندرس أسباب الأزمة هيكي على السرين نحن نجد أن نصدر على الموضوع ليسي أسباب طائفية أسباب كذا مو كل الناس كانت سعيدة بما يحدث مو كل الناس اتفق والذي اتفق مع فكرة أنه والله نحن في عنا نظام سلطوي يجب أن نطور هذا النظام لم يتفق أبدا مع فكرة السلاح تتوقع هذا في صراح يكون بين المحلفاء الذين يساندون النظام على الأقل أعتقد أن هناك تنسيقا عالي المستوى وأعتقد أن المبادئة الروسية هي مدروسة منذ زمن ومدروسة بهدوء وكل أبعادها على الساحة الدولية والإقليمية مدروسة أيضا أستاذ الياس حنى نحن من خلال ما سمعنا في أروقت الأمم المتحدة الآن ناتي على هذا المحور يعني بوتين أوضح للناس كلهم بأنه هو الموقد أن الغرب هو الذي فشل في الحسم العسكري والحل السياسي بين قوسين وأنه هو المنقذ لكن البعض قال بأن هذه المشاركة الروسية هي إعلامية أو شو إعلامي أكثر منه واقع على الأرض لأن لا تريد روسيا أن تتأفغن مرة ثانية لأن الدرس الأفغاني قاسي هل هو كذلك؟ أولا الوجود الروسي وجود مادي على الأرض موجود القدرات العسكرية الموجودة قادرة على القتال والحرب وليس بالضرورة أن يكون القتال غدا أو بعد غد وهذا أمر يستلزم إعداد تكتي عملاني عملية تنصيق اليوم بوتين قام بهذه الخطوة واتفق مع إيران والعراق وسوريا بتبادل معلومات لقتال داعش وذهب إلى الأمم المتحدة بعد أن أرسى معادلة معينة يقول فيها حجست دوري في المنطقة تريدون أسقاط رئيس الأسد أسقطتم ليبيا هيا هي ليبيا أسقطتم العراق ها هو العراق والتجربة الأمريكية في المنطقة ليست ناجحة واليوم إذا أردتم أن تحاربون داعش من حارب داعش هو النظام والأكراد أما أنتم فلم تحاربوا داعش اليوم اللعبة هي أكبر من سوريا حتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسية هلأ كيف ستكون المرحلة القادمة المرحلة القادمة الأمر يتعلق بما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لأن الإنزعاج الإقليمي هو إسرائيلي مننا زيارة نتنياهو هو التركي أيضا بعد أن طوقت تركيا من شبع جزيرة القرم وحتى من جهة سوريا المملكة العربية السعودية لن تقبل بهذا الأمر استمرار النظام هل سنرى عملية طويلة لاستنزاف طويل للروس إذا شاركوا في الحرب أم أننا سنشهد مزيد من الحروب النفطية بين المملكة العربية السعودية وروسية كل هذه الأمور مفتوحة على ما سيجري بين بوتين وأوباما أستاذ جورج صبرة هل تعتقدون أن روسيا هي بالفعل جادة في إنهاء الحرب في سوريا وأنها تقف مع يعني مع عدم الدمار السوري وإنقاذ ما يتم إنقاذه أم أن في الأمر غير ذلك يا سيدي في كل حواراتنا مع القادة الروس منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم كانوا يعيدون نفس الأسطوانة نحن لا نؤيد شخصا بعينه نحن نريد بقاء الدولة السورية وحماية مؤسساتها نحن مع وحدة سوريا أرضا وشعبا وضد أي فكرة لتقسيمها لكن تعالوا ننظر على ما جرى خلال أسبوعين الماضيين على أرض الواقع ها هو الرئيس بوتين يصرح للسي أن إن أننا أتينا لمنع انهيار بشار الأسد ومنع سقوطه مع نظامه ثم من يمكنه أن يصدق أن مؤسسات الدولة السورية هي فقط في طرطوس واللابقية حتى يكون الوجود الروسي حاميا للدولة السورية ومؤسساتها وهل يتسق حماية الدولة السورية ومؤسساتها تحويل المطارات المدنية إلى قواعد عسكرية يجب أن نحترم عقول الناس ثم ماذا عن وحدة سوريا أرضا وشعبا كل الناس تعرف أن سوريا المفيدة التي تحدث عنها بشار الأسد في خطابه الأخير يقصد فيها منطقة الساحل وعندما تنزل القوات الروسية لتدعم وجود بشار الأسد وزمرته الحاكمة في هذه المنطقة هي تصب الماء في طاحونة التقسيم الذي يسعى إليه بشار الأسد بعد عجزة عن إدارة البلد كاملا فهو يحلم بإدارة إقليم منه ونحن نعتقد أنه أعجز من أن يفعل ذلك شكرا جزيلا لكم سيد جورج صبرى رئيس المجلس الوطني السوري كنت معنا من الصنبول شكرا موصول أستاذ الياس حاني الخبير العصري كان معنا من بيروت قبل أن ودعك فقط هناك سؤالين أشار إليه ماجور صبرى بكل وضوح وصراحة أنه هل بالفعل روسيا جاي من شان تأسيس الدولة العلوية بين قوسيم من دمشق إلى اللاذقية لأنه أخف الشرعين بالنسبة لها وبالنسبة للنظام في حدا علوي يقول لك أنه جاي عبالنا نعمل دولة نحن ما بدنا نعمل دولة آخر الدوائل كي يعني لا شو بدأ في علوي هلأ بروع شرق السوري ولا شمال السوري نحن نقعد ليش بدنا نعمل دولة ليش بدنا نستنسخ إسرائيل دولة سنية ودولة علوية ودولة مسيحية ليش بدنا نستنسخ شو مصلحتنا وشو مصلحت يعني كلام التقسيم مش مزبوط هذا كلام لأنه آخر وقت البدا تجي داعش وتهدد مجموعة من الناس سواء كانوا هؤلاء الناس سنة علويين مسيحيين دروز إلى ما هنا ليش بدنا نعمل حد بينهم يعني ليش بتأطروا كل القضية بداعش ليه في ناس في الشمال السوري بيحاربوا داعش زي ما النظام بيحاربهم في عندك ناس في الشرق السوري يحاربونها لماذا تؤطرون كل المسألة والجنوب السوري كذلك أنه كلهم داعش كلهم دواعي ليه داعش يعني يفترض تكون هي عبارة عن خطر على الجميع صحيح هذا الكلام أم خطأ طيب ألا يجب أن يتفق الجميع على مخاربة هذا الخطأ يعني هذا الخطر أليس هو وجوديا على الجميع هيا أولا ثانيا يا أخي من قال بأن روسيا تتدخل في سوريا من أجل حماية السيد الرئيس بشار الأسد يا أخي في عندك مئة ألف قصر بتدخل الروسي أولا أنت في عندك الأتراك حابين بربها خلا لو الأسد حسمها الروس بتدخله لا ألا في طبيعي هنين عم بيساعدوا الدولة السورية أكيد لكن أنت في عندك مثلا تركيا عم بتحاول تجر حلف الناتو لإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي طبعا مو محبة بالسوريين بس منعا للأكراد من إقامة إقليم بدون يدقوا أسفين ما بين المناطق المناطق لا أجل حماية أكبر قدر من المكان من الذين الآن يذهبون عشر تلاف اللاجئ يذهبون يريدون أرض حظر جوي يمنعهم من القصف الجوي يا أخي والله الصحافة التركية واضحة الأتراك عم بيئلك نعم نعم هذه أحد الأهداف لكن تركيا الآن لماذا تعاقب أوروبا وأمريكي بتحب السوريين كثيرا لا لا لماذا تعاقبهم بإغراقهم باللاجئين من أجل معاقبة لأنهم رفضوا المنطقة الآمنة صحيح الكريم أنا مبارح كنت بدي أنزل على الشام لحتى أضي العيد مع أهلي سمن التذكرة من مطار دمشق إلى مطار إسطنبول خمسة أضعاف سمنها في الاتجاه المعاكس الناس تذهب أيضا من مناطق الدول بيمر ببيروت وبدك تنتظر لأنه ما في شي مباشر لكن أنت سمن التذكرة خمسة أضعاف هذا يقول لك أنه في ناس كتير عما تطلع من مناطق الدولة كمان الآلم بدي كهرباء بدي مي بدي كذا في فرصة أتيحت في أوروبا صحيح لا لا أنا شوفتم نرجع للمسألة الاستراتيجية روسيا وجدت في تلك الغرب عن محاربة داعش فرصة زهبية لكي تمتلك روح المبادئة ولكي تفرض واقعا جديدا مثل ما تفضل الضيف من بيروت لماذا لا تدخل في ذلك ضمن جناح التحالف الدولي ومكافحة الأرهاب هما كلهم حلفاء لماذا هي فقط عندها روسيا جزء من المنظومة الدولية في نهاية المطار لماذا تنظر دائما روسيا تقول لك نحن والنظام والعراق وحزب الله في لبنان مثلا غرفة العمليات المشتركة أربعة إيران هنه شو قاله نحن منتعاون مع الدول الشرعية في القانون الدولي هيك عم بيحكوا جمعا وهذا الكلام لا غبار عليه قانونا ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقول والله أنا بدي سلح هذا الفصيل القاعدي بصواريخ مبادئة تؤمن أنه في حل سياسي الآن أنا أعتقد أن المبادئة الروسية الجديدة إذا تم فهمها بطريقة صحيحة من قبل المعارضة أعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى حل سياسي شكرا جزيلا لكم عمار وقف الكاتب المحمد السياسي وأشكر ما كان معي في هذه الحلقة خمس ست الضيوف كانوا معنا من عواصم عديدة انتهت هذه الحلقة للقاء في الحياة لكل واحد منا هدف وإذا كانت الفرحة هي الغاية فنحن نصنعها معكم شاهد الهدف في الأوقات التالية على قناة الغد العربي ترجمة نانسي قنقر تفرض عقوبات على تنظيم داعش لأنها ترفض المشاركة في مركز بغداد الاستخباراتي لمحاربة التنظيم المتطرف عشرات الإصابات في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رامالله مقتل عشرات الحوثين بمعارك مارب وتعز وتقدم كبير للقوات الشرعية في اليمن الأخبار من الغد العربي أهلا بكم أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من كبار قادة تنظيم داعش وشخصيات مالية وصنف جماعات إضافية وشخصيات على أنهم مرهابيون أجانب وعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمس عشرة شخصية من داعش منهم مؤيدون ومساعدون أقل القائم بأعمال وكيري وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات إن الخزانة تظل على موقفها الذي لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية للتنظيم وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة بالنظام المالي الدولي أعلنت الرئاسة الروسية للولايات المتحدة رفضت المشاركة في مركز بغداد الجديد لتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة تنظيم داعش وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين إنه تم توجيه الدعوة إلى متخصصين عسكريين أمريكيين للعمل في مركز تحليل المعلومات في بغداد والذي يتعاون فيه عسكريون رفعوا المستوى من روسيا وسوريا والعراق وإيران وعبدت الإدارة الأمريكية شكوكا نحية للمركز وذلك في ظل إمكانية أن يستخدم نظام الرئيس للسوري بشار الأسد أو الأسد المعلومات الاستخباراتية أيضا في الحرب على مجموعات المعارضة المعتدلة قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيريين واشنطن وموسكو اتفقتا على مبادئ أساسية بشأن سوريا لكن لا تزال هناك خلافات أضف كيريين أن الوقت قد حان للاتحاد وإيجاد سبيل للخروج من الأزمة السورية أضف كيري أنه تحدث مع روسيا عن الضغط على الأسد لوقف استخدام البراميل المتفجرة مقابل شيء تستطيع واشنطن القيام به دون أن يكشف عن تفاصيل بحث رئيسان الأمريكي باراكوباما وروسي فلاديمير بوتين سبول إيجاد حل للأزمة السورية وبحسب مسؤول أمريكي اتفق الزعيمان على إجراء محادثات عسكرية لتفادي أي صدام محتمل في سوريا واستكشاف خيارات لحل الأزمة سياسيا من جانبه لم يستبعد بوتين شن ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بعد مصافحة فاترة وخلاف علني أبداياه أمام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر